بقليل من الحذري وكثير من الاستهتار واللمبالات بخطر فيروس كورونا يمضي المواطنون في ريف تعز أيام عيد الفطر المبارك رغم كل المخاطر المحدقة قرى انتشاره شريحة كبيرة من الناس أميين يقهلون مصالحهم بكل شيء ليس فقط في موضوع الأمراض والأوبياء لذلك المرحلة تحتاج إلى التوعية إلى المواطنين وإيصال الرسالة الصحيحة لهم بأن التزام بالنصائح والتعليمات معناه حماية لنفسه وحماية للآخرين في معظم مساجد المديريات أقيمت صلاة العيد كما هو الحال في مركز المحافظة وتجمع الآلاف من المواطنين ما قد ينذر بكارثة لا يحمد عقباها في حال تفشي الفيروس خصوصا مع عودة كثير منهم من المحافظات التي انتشر فيها الفيروس خصوصا صنع أوعدا هناك غرف عزل لكن لم يتعطلون أي مواد من حيث الوقاية من هذا الفيروس معادلنا المركز معقمات فقط من بعض المنظمات والآن نحن من بداية الشهر ما يتم تسجيل جميع الوافدين حيث وصلوا أمس إلى حدود 300 وافد نتابعه خلال 14 نهار المطالبة بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع والاستقبال الآخرين لم تلقى آذان صاغية لدى المواطنين الذين تعاملوا مع الوضع بنوع من التحدي والاستهتار بالتزامن مع تزاهل السلطات عن تنفيذ قراراتها المعلنة حول الإجراءات المتبعة لمنع تفشي الفيروس نحن فريق رفقاء الصحي أطلقنا مبادرات طوعية لمواقعات فيروس كورونا كوفير 19 في عزلة الصنة نوقع رسالتنا لكل المنظمات الدولية والمحلية لتمويل هذا العمل الطوعي وتقديم المزيد من الدعم والمعونات لتأهيل الفريق وتوسيعه جهود ذاتية ومبادرة مجتمعية في عزلة الصنة بمديرية المعافر في توفير جهاز فحص لكل القادمين إلى العزلة للمساهمة في منع انتشار الفيروس لكنها تظل غير كافية في ظل استمرار منافذ المحافظة مفتوحة وتستقبل القادمين من المحافظات الأخرى تقاعزت السلطات في تطبيق قراراتها المعلنة مكن الناس من الاستهتار بها رغم التحذيرات بخطر انتشار فيروس كورونا وقد تستمر هذه الممارسات طالما والجميع يرى بأن الجائحة التي تضرب العالم ما تزال بعيدة رغم أنها بدأت في الانتشار باليمن وقد يفيق الشارع على انفجار كبير في عدد الإصابات ووزير الحمادي قناة بالقيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر